شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مناقشة البحث الرئيسي لكلية الحرب العليا بأكاديمية نصر العسكرية بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية تناول البحث الجغرافية السياسية للبحر الأحمر للقوى المختلفة وأكد المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على أمن البحر الأحمر واختتم البحث بالاستراتيجية المقترحة لتحقيق أمن البحر الأحمر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وتنبع أهمية البحث في أهمية إبراز البحر الأحمر لحركة الملاحة العالمية وأن المنطقة المتشاطئة على البحر الأحمر من أكثر المناطق الإقليمية أهمية وأشدها حساسية وأشد القائد العام بالجهد المبذول في البحث موجها الشكر للمشاركين في إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقاع المناقشة مشيدا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في دراسة ومناقشة مثل تلك الموضوعات لأهميتها وخاصة الدور المحوري للبحر الأحمر في المنطقة كونه يمثل شريانا حيويا يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب حضر مناقشة البحث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة